مجلس بلدي المنطقة الجنوبية المجلس عن التوافق على صفقة أكياس القمامة التي واجه المواطنون نقصا شديدا فيها مؤخرا تبلغ تكلفتها 55 ألف دينار بحرينية وقد أكد رئيس بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبدالطيف بأن تحويل عدد من المجمعات من الوسطى إلى الجنوبية والغاء كافة التعهدات التي كانت الوسطى قد أبرمتها قبل إلغائها قد تسبب بهذا النقص لأن العدد التابع للجنوبية ارتفع بعد ذلك ما أدى إلى نفاذ الكمية مؤكدا على أن الأزمة ستحل في القريب العاجلة من جانب آخر توافق أعضاء المجلس على المقترح المقدم من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن وضع كراسي ومضلات بالأماكن الحيوية في الدائرة الأولى لتخدم كبار السن بالدرجة الأولى ومرتادي تلك المنطقة كما وفق المجلس على تخصيص أرض تابعة للبلدية لعمل مواقف سيارات بمجمع 807 إضافة إلى فتح طريق 1713 على شارع المعترض وشارع الرفاع العام ترجمة نانسي قنقر